تقويم نموذج الأعمال حتى نقيم نموذج الأعمال لازم أن ننظر إلى مجموعة من النقاط أولا الربحية عندما نبدأ عداد النموذج لقبل قليل ننظر إلى الربحية هل فعلا عندنا الربحية أم لا؟ وبذلك نجد أنها في آخر مطاف تعطينا نوع تفصيلي هل فعلا نموذج الأعمال عندنا مناسب أن نحقق الربحية؟ هل هو بسيط؟ أستطيع أن أعبيه وأخذ معلومات منه تكرار العائدات هل هي موجودة أو غير موجودة؟ التعمير التي تعتبر الاستمرارية موجودة قابلية التنقل موجودة أو غير موجودة هذه تعتبر كاملة من ضمن ما يسمى تقويم نموذج الأعمال فكلما بدأنا بإعداد نموذج الأعمال لابد أن نقيمه فنقيمه من حيث الربحية نقيمه من حيث البساطة نقيمه من حيث تكرار العائدات نقيمه من حيث التعمير نقيمه كذلك من حيث قابلية التنقل المترجم للقناة